مرحبا أنا دكتور ناد عبد الباقي إخصائية جراحة عامة جراحة المناظير حب أحكي لكم اليوم عن الشق الشرجي وعلاجه الشق الشرجي عبارة عن جرح بفتحة الشرج سببه بالعادة بيكون إمساك ومرات الإسهال بيعمل شق الأعراض بيكون قلم شديد خلال الإخراج وممكن ينزل دم بعد الخروج على طريقة علاجه إذا كان حاد أو يعني لسه في بدايته علاجه بيكون كتير سهل عبارة عن مغاطس للمنطقة وكريم بيساعدنا على نخلي العضلة تصير راخية شوي عشان الجرح يقدر يلتأم إضافة إلى كريمات لتسكين الألم وممكن نحتاج الحبوب لتسكين الألم وملينات طبعا وألياف مشان نخلي الخروج خلال فترة العلاج طري وما فيه إسهال ولا إمساك على المشكلة إذا صار الشق مزمن كيف يعني مزمن إذا قعد أكتر من ثلاث أشهر بدون علاج المنطقة بيصير فيها تشنج العضلة اللي تحت جزء منها لا إرادي بتصير تشد بدون ما يكون المريض حاسس على حاله بسبب وجود الجرح هذا التشنج بيخلي عملية التئام الجرح صعبة جدا ونوعا ما مستحيلة وبيصير بقاع الجرح تليف لما نشوف هاي الأعراض بالفحص السريري بنعرف إنه فيه المشكلة مزمنة وصار لها فترة طويلة وعلاجها بالكريمات والأدوية ممكن يكون نوعا ما فاشل فالحل بهذه المرحلة هو العلاج أو التداخل الجراحي كيف فيه أكتر من طريقة واحدة منهم اللي هو العملية التقليدية إنه منعمل قطع بسيط بالعضلة مشان نفك التشنج اللي فيها ويقدر الجرح يطيب بعد ما نكوي الجرح تماما وإذا فيه على طرف وزائدة جلدية منستعصلها والطريقة الجديدة هلا اللي موجودة وبتخلي تعافي المرضى أسهل وما بيحسوا بألم بعد العملية اللي هو استعمال الليزر بنقدر هلا نعمل القطع عن طريق الليزر بدون ما يكون فيه جرح خارجي وفترة التعافي بعد هاي العملية بتكون كتير أسهل وبدون آلام والطريقة الثالثة اللي هي حقنا البوتوكس بالعضلة عشان نرخيها ويتعالج المريض بدون ما يكون فيه جرح وتعافي أسهل وأنا دايما بنصح إنه أي مشكلة أو أي أعراض بيحس فيها الواحد بمنطقة الشرج ما يهملها ويراجع طبيبه مشان ما تصير المشكلة مزمنة وعلاجها يحديد طلب عملية جراحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر